وقعت بالعاصمة السعودية الرياض اتفاقية مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة بمحافظة حضر موت وذلك بحضور محافظ حضر موت مبغوث مبارك بن ماضي ووزير التخطيط الدكتور واعد أبا ديب ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنميته وإعمار اليمن السفير محمد أل جابر وتأتي الاتفاقية بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية يستفيد منها نحو نصف مليون مستفيد بشكل مباشر وأكثر من مليون وسبعمائة ألف مستفيد في ساحل ووادي حضر موت بشكل غير مباشر وأعرب محافظ حضر موت عن شكره للتدخلات التنموية التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن وفي سياق المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية في جميع المراحل والمنعطفات متنيا على تدخلات البرنامج السعودي في محافظة حضر موت في جوانب تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين هذا ويهدف المشروع لتعزيز الأمن المائي في حضر موت إلى تعزيز مصادر المياه وتزويدها بالطاقة الشمسية في تسع مديريات في ساحل ووادي حضر موت وسيسهم المشروع في التقليل من الاعتماد على المحروقات لتشغيل الآبار وخفض تكاليف إنتاج الوحدة باستخدام الطاقة النظيفة كما سيعمل المشروع على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومة الطاقة الشمسية ترجمة نانسي قنقر